المسيح قام حقا قام سلمة ونيرمينة تواجد حاليا أمام كنيسة الأربعين شهيد أقدم الكنائس في حلب التي تعود إلى القرن الرابع عشر في هذه الكنيسة التي تعرضت لاستهدافات إرهابية عادت ورممت هذه الكنيسة لتكون اليوم أمام قداس عيد الفصح المبارك الذي يترأسه نيفة المطران ماسيز زوبيان مطران الأرمن الوثودوكس لحلب وتوابعها بالتأكيد لا يوجد هناك كان عدد كبير من المؤمنين يودون الحضور لحضور هذا القداس عيد الفصح المبارك لكن اليوم حرصا على سلامتهم وحرصا على سلامة كل السوريين تقتصر هذه الصلوات والقداديس في كل الكنائس هنا في حلب على رجال الدين والمطارنا الموجودين داخل هذه الكنائس الذين يحيون قداس عيد الفصح المبارك كما ذكرت لك سلمة ونيرمين نحن في أقدم الكنائس الموجودة في حلب هذه الكنيسة التي تعرضت كما ذكرنا لاستهدافات إرهابية في وقت سابق بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد تم ترميم هذه الكنيسة وأعيد فتحها واليوم كما ذكرت لك رغم محبة الجميع لحضور هذا القداس العيد لكن دائما حرص رجال الدين وحرص كل المعنيين وكل الجهات فعليا على كل المؤمنين الذين كانوا يودون حضور هذا القداس قداس العيد كان هناك منع فعليا لحضور أي من المؤمنين اليوم الجميع يصلي في بيوته يصلي لطالما أن هذه الصلوات والقداديس تنقل على صفحات التواصل الاجتماعي الكل يصلي اليوم في بيته للخلاص أيضا دائما من كل الآلام لسوريا وأيضا الخلاص من الجائحة التي يعيشها العالم وإن شاء الله تبقى بلادنا بخير وعافية وسلام وأمان سلمى ونيرمين